دي حفرة في السجن متعددة الطبقات ما نعرفش كم طبقة بالزبط النظر الى مالة نهاية كل طبق فيه رجلين البطل هو الرجل اللي بشنب ده في اليوم ده صحف حفرة في السجن ليه نفسه في الطبق 48 اللي قدامه رجل عجوز شعره ابيض كان بيبص دي بنظرة مليان شر قال له وهي دي اول مرة تزور فيها الطبق 48 بالتوفيق بتقصد ايه الرجل اللي عجوز فجأة حطم خد على الارض وانحنى قدام حفرة اقل ارتفاع من الارض والنزل من فوق كل انواع الطعام الرجل العجوز لتهم الاكل البطل شاف الاكل ده كله بقايا اكل البطل فهم لو ده طلع في الطبق 47 وبعدين الاكل ده نزل ليهم عبهو 90 شخص بيأكلوا بقايا طعام الرجل العجوز قال للبطل يكل شوية لانها وقبة واحدة في اليوم البطل منزك توفاحة وحطها في جيبه بعدها الاكل ينزل للطبق اللي تحت الرجل العجوز شارب الخمر وخلصها ورمها وبعدين بسق البطل بيسأله ليه عملت كده الرجل العجوز قال له بغض النظر الاكل حالته ايه الناس تحت هيكلوه الناس اللي في الطبق اللي فوق اكيد بسقت كده برضه فجأة البطل حس ان حرارته ارتفعت الرجل العجوز بيقول له لانك سرقت من الطعام عشان كده ترتفع درجة حرارة الطبق وهيفضل يرتفع الى ما الانهاية لحد من موت عشان كده البطل رمج تفاح بعيد في الليل فجأة سمع ضوضاء اتضح ان المنصة ترتفع بصرع الى المستوى سفر في اليوم التالي الرجل العجوز كان بيلتهم الاكل مرة تانية البطل لسه مش قادر يأكل من الاكل ده البطل بيسأل الرجل العجوز هنا فيه كم طابق الرجل العجوز قال له مش عارف انا رحت بس 132 طابق البطل بيسأل لحد ما يوصل هنا بيتبقى اكل قده الرجل العجوز قال له ما فيش اي اكل بيتبقى البطل قال احنا لازم نتواصل مع الناس اللي فوق ونطلب منهم اكل الرجل العجوز قال له ده كلام فارغ الناس اللي فوق ما اقدروش يسمعوه المنصة نزلت اليوم ده وكان فيه بنت قعدة فوقيها البطل فضل يكلمها لكنها ما كانتش بترد الرجل العجوز بيقول البنت دي كل شهر بتطلع مرة عشان تدور على بنتها بسرعة جدا مشيت الناس اللي في الطابق اللي تحت شافوا البنت سحبوها بسرعة ووقعوها البطل بيصرخ المنصة ضحت بعيدة بمسافة 6 متر مش هتجرق ينط ولكن بسرعة تغير الموقف وتفاجئ لان الصراخ تحول الى صراخ راجل والبنت رجعت على المنصة وديها كان فيها سكينة هي قاترت الراجلين الوقت بيمر يوم بعد يوم والبطل بدأ انه ياكل اي حاجة عد شهر في اليوم ده بالليل الرجل العجوز قال فجأة صلي عشان احنا الاتنين يا صحبي ريح الغاز التخدير وصلت لهم بكرة يرسلونا للطابق تاني بتمنى انهم يرسلونا للطابق مش منخفض قوي خلص كلامه وبعدين نام استنى لحد ما البطل فاء ليه نفسه مربوط بخيوط سميكة على سرير والراجل العجوز جال وهو ماسك في ايده سكينة ربطه هو قال صاحب انا اسف احنا نزلنا للطابق مش حلو خالص الراجل العجوز بصله مرة تانية بنظرة كلها شر البطل بس الطابق 171 الراجل العجوز قال في النوع ده من الطابق مفيش اكل تاكل او تؤكل اسف بعد كده البطل سمع صوت من تاني الظهر ان نفس الشيء بيحدث في الطوابة المجورة لسه في ناس مش متحملين من الالم بيرموا نفسهم بسرعة نزلت منصة الاكل بس ما كانش فيها اي اكل كل الاطباق نظيفة جدا الراجل العجوز قال انا قدر استنى 8 ايام بعد 8 ايام هبدأ اكل من لحمك الوقت عدى بسرعة لكنه قال للبطل اكيد اتعذبت ببطيء الى ماله نهاية في خلال 8 ايام دول كان مربوط حتى انه كان بيدغوط في السرير بس كل يوم كان بينادي اي حد يساعده بس ما حدش جاي ينقزه 8 ايام فاته الراجل العجوز جاله وبدأ يقطع في لحم البطل البطل كان بيسره وكان بيتمنى ان يموت بسرعة بس ولقي البنت دي القتلى جات له من المنصة اللي فوق هي ضربت الراجل العجوز وانقزت البطل وديت له سكينة وزحف لحد ما وصل للراجل العجوز بس بسرعة شاف البنت فوق الراجل العجوز بتاكل من لحمه وبعدين رجعت للمنصة ونزلت تحت عد ايام قليلة هو جاي من حضارة مش قادر يستحمل الجوع جه جنب الراجل العجوز شم ريحته استنى لحد ما صحي مرة تانية ليه نفسه في الطابق الثلاثة وثلاثين رفيق السجن كمان اتغير واحدة شايلة كلب الست دي هتكون عضوة في شركة السجن مش معروف جات هنا ليه هي قالت السجن ده فيه ميتين طابق احنا عندنا طعام يكفي كل الناس هنا بس الناس اللي فوق بيأكلوا كتير جدا والناس اللي تحت مش بتبقى ليهم اي اكل هي منضبطة جدا كل يوم بتاكل اكل قليل بتقنع الناس ان في الطابق اللي تحت انها تتحكم برضو في شهيتها بالشكل ده عشان يوفروا اكتر للناس اللي تحتها لكن الناس مش بتسمع الام بتنصح كل يوم لكن ما نجحتش البطل لحد اليوم ده ما كانش قادر يقف لكن هو وقف وقال لو انتم ما قللتوش الاكل انا هاكل طعامكم انتو الجملة دي قمعت الناس في الطابق السفلي جدا مر ايام قليلة والمنصة نزلت البنت القتلى دي كانت فوق المنصة كانت فقد الوعي البطل جري عليها وشالها من على المنصة في الليل هو فجأة صحي على صوب صراخ ليه ان البنتين بيدرابوا بعض عشان البنت كلت كلب الام المسكين بسرعة البنت القتلى مشيت في الطابق الاسفل فيه راجل تأثر الام كانت عيسة هي قالت انا جيت هنا لاني عندي مرات خطير ومش اعطى رعيش كتير كنت عايزة بس اساعد وغير البيئة لكن من الواضح انه ما عندهاش القدرة دي في يوم البطل صحي ليه نفسه بالفعل في الطابق ميتين واثنين الام لقى في العالم اكتر دقة مما كانت تتخيله كان يائس جدا البطل بصل تحت مش عارف يشوف نهاية الطوالق في الاساس الام غلطت قالت ان السجن فيه ميتين طابق بس البطل بحزن ضرب الحائط لانه قضى شهر في الحال ده الخيار الوحيد لقدامه ياكل لحمها او لا قبل ايام قليلة مكانش قدامه غير انه ياكل الورق عشان يعيش في النهاية في يوم مقدرش انه يستحمل الجوع جاي جم جسد الام المرة اللي بعدها صح البطل ولقي نفسه وصل للطابق السادس شكرا للسماء وللارض كان في سنزانة الطابق ده سجين اسود متحمس جدا جايب معه حبل عجل الناس اللي في الطابق اللي فوق يساعدوه يشدوا الحبل عشان يخلوه يطلع عشان يهرى من خلال الوصول لقمة السجن وافق الرجل والبنت اللي في الطابق الخامس انهم يخضوا الحبل لكن في اللحظة الاخيرة لما وصل الرجل الاسود رموا الحبل فجأة وسقت على الارض لحسن الحظ البطل ميسكو البطل الاسود كان بعيطه بسرخ ان الحبل وقع خطته للهارة فشلت للابك بسرعة نزلت منصة الاكل كانت مليانة جدا مفيهاش اي فراغ اكلوا وشربوا بعدين نزله شاف البطل ان الناس في الطابق السابع كانوا بالفعل بيفسدوا الاكل البطل فكر في خطة يصلح بها العالم ده قال الرجل الاسود فيه شخصين بينزلوا يتحكموا في كمية اكل كل طابق هنبذل كل جهدنا انه نوزع الاكل من اول طابق لاخر طابق الرجل الاسود وافق الاتنين اتسلحوا كويس وراحوا اول خمسين طابق ما سمحوش لهم انهم ياكلوا ماشيين في طريق مخيف الناس تحت كلهم مرضى كانوا مضطرين يستخدموا العنف من الطابق الواحد وخمسين بدأوا بتوزيع الاكل لكنهم كمان بدأوا يشوفوا الجسس له البنت الاتلة ماشية تحت بتنظف حسارة الناس وبتدور على بنتها له القتلى عند الطابق معين اتنين رجالا مسكوا القتلى البطل جري عليها عشان ينقذها والراجل الاسود ساعده لكن الاتنين دول كانوا قوية جدا لما قتلوا الاتنين اصيبوا باصابات شديدة جروا اجسامهم للاسفل كل الطابقة قاسية ومرعبة اكتر من اللي قبلها لكن في الوقت ده الاكل بسرعة جدا كان خلص لكن المنصة لسه بتنزل الاتنين احتفظوا بايس كريم ونزلوا بيه في المنصة تم الارسال الى الطابق الاول لاعلام الشخص الاعلى شخص ما عايز يغير العالم ده وصل الطابق 333 اخر طابق له في الطابق ده طفلة صغيرة اللي اتنين عارفوا ان دي بنت القتلى المنصة تستمر في النزول تحت مفيش اي حد فقط مساحة مظلمة من نفس الارض الرجلين له ان الطفلة جعانة جدا بسرعة قرروا يدوها الايس كريم بتاكله اليوم التاني البطل اكتشفوا ان الرجل الاسود فقط دم كتير ومات عشان كده حط الطفلة صغيرة فوق المنصة خليها تيجي معاه فوق على المنصة مشي في الفضاء المظلم ممكن يكون الجحيم طيب جيه وقت تفسير الغاز الفيلم ده اولا وقبل اي شيء من الوضح ان الطبقات العليا والدنيا هي السعارات للطبقات في المجتمع الطبقات العليا عندها موارد اكتر للاستمتاع لكن الطبقات الادنى معنهاش نفس الموارد تقدر تاكل البواقي بس في المستوى الاسفل اتلاقيهم انهم متوحشين جدا مع بعض وضربوا نار على بعض ممكن كمان انك تعرف ان جوهر الطبيعة البشرية هو الجشع ممكن نقول لو الاكل توزع على كل الطبقات بالتساوي ممكن ان الجميع يأكل لكن النوع ده من النظريات مستحيل يتحقق ابدا كما هو الحال في المجتمع دائما هناك عدد قليل من الاشخاص اللي بيمنوك 99% من السروة من المستحيل انك تحقق المشاركة المطلقة ممكن كمان انك تطلب من شخص او شخصين كبح جماعة رغباتهم لكن ما تقدرش تطلب كده من كل الناس يمكنك استخدام العنف لمنع الاخرين لكن لا يمكنك استخدام الحضارة للتأثير عليها ليه ارسل البطل البنت الصغيرة في النهاية كان عايز يثبت للشخص الاول حتى لو كنت تعتقد ان العلم ده قاسي الطبيعة البشرية قبيحة فيه اشخاص لسه بيؤمنوا لو انا مش هدخل الجحيم مين هيدخلوا شخص ما هيكون فيه الولاي من النور هيحاول يصلح العلم ده انت ممكن تقول انها نقطة ضوء ملاش اي معنى لكن بسبب استمرار الحضارة الانسانية على مر العصور لكن الاسباب اللي خلتنا نحصل على الحرية والاكتفاء الزاتي كل ده بسبب قليل من النور عشان كده من فضلك اسمح لنفسك للانضمام للداخل انا اسمي محمد عبدالله ما تنساش الوجبات الخفيفة خلوا بالكم بحبكم